الازرق ده هو الطريق الدايري حول القاهرة الطريق الدايري ده طوله 91 كيلو متر وتعال اخدكم مشوار من القاهرة ونشوف هنوصل لفين يلا اركبوا معايا الاتوبيس ونتحرك من شارع ابو بكر الصديق اللي في حي مصر الجديدة السلام عليكم علشان تشوف كويس زود الاضاءة وشغل بكامل الشاشة وبجودة 720 ودوس لايك وبعد كده تاخد محور الحرية وتعدي الدايري وتمسك طريق شبرة بنها الحر وتمشي فيه لغاية ما توصل تحت الطريق الدايري الاقليمي شرق مدينة بنها فتلف يمين 360 درجة وتطلع على الداير الاقليمي وتتجه غرب لمسافة 2 كيلو وهنا الداير الاقليمي بيعدي فوق طرعة الرياح التوفيقي اللي افتتحها الخديوي توفيق سنة 1890 الرياح التوفيقي ده جاي من جنوب الاناطر الخيرية وممتد شمالا الى مدينة بنها والى مدينة ميد غمر عندنا طريق بيمشي شرق الرياح وطريق بيمشي غرب الرياح والطريقين بيعدوا تحت الاقليمي فانت هتاخد النزلة الثانية النزلة الغربية وتسيب الاقليمي وتنزل على طريق بنها ميد غمر المنصورة وتكمل في طريقك ورياح التوفيق على يمينك وهيكون النيل فرع دميات على شمالك لكن غالبا مش هتشوفه لانه هيكون على بعد حوالي 1 كيلو من الطريق هتعدي على مركز كفرشكرو بعض القرى الصغيرة ومع كل مدينة هتلاقي الطريق طلع بيك على كبري علوي بعيد عن زحمة المدن والقرى علشان تفضل ماشي في طريقك وما تتعطلش لكن ممكن تتعطل شوية في مرورك على ميد غمر لان ميد غمر مدينة طويلة بدواحيها وهتمشي 5 كيلو علشان تعدي منها ورغم انه الترعة مكملة معاك بعد ميد غمر على ايدك اليمين لكن هنا شمال ميد غمر مش اسمها الرياح التوفيقي لكن اسمها ترعة المنصورية اللي رايحها المنصورة لانه محمد علي باشا كان انشأ ترعة المنصورية سنة 1820 من اكتر من 200 سنة وكانت بدايتها من عند ميد غمر لكن في عصر الخديوي توفيق حبوا يزودوا دعم المياه اللي في ترعة المنصورية فدعموها بانهم وصلوا لها الرياح التوفيقي زي ما قلت لكم في سنة 1890 واصبحت الترعتين كأنهم مسار واحد جزء منه اسمه الرياح التوفيقي وجزء اسمه ترعة المنصورية احب اعرفك انه النيل هنا هو حد فاصل بين محافظة الدقاهلية ومحافظة الغربية وميد غمر تابعة للدقاهلية لكن زفتة تابعة للغربية اما كفر شكر فهي تابعة للقليوبية والنيل هنا بيفصل غالبا بين القليوبية والمنوفية شايف ازاي النيل مليان منحنيات والتوقات شديدة هنا مثلا جنوب بنها في قرية اسمها طنط الجزيرة شوف النيل ازاي لافف عند القرية دي وكيبيديا وفيسبوك بيقولوا ان القرية دي كانت زمان موجودة غرب النيل وكانت تابعة لمدرية المنوفية وبعد كده جرى تحويل لمسار نهر النيل واصبحت القرية شرق النيل وتابعة لمركز طوخ يعني القليوبية نرجع نكمل مع طريق بنها المنصورة ووصلنا مدينة اجا الموجودة جنوب المنصورة وشرق سمنود والمحلة الكبرى وبعد اجا بتوصل مدخل المنصورة بين مينية سندوب وسندوب وهي دي مدينة المنصورة على فرع دنيات وهنا هتاخد لفة يمين فتطلع على طريق المنصورة الدائري وتتجه شمال غرب وهنا جامعة المنصورة وتعد النيل على كبرى الجامعة الدائري اللي بيوديك طلخة هنا طلخة وهيقابلك طريق جاي من المحلة وهنا صنية كبرى الجامعة غرب طلخة وعند الصنية دي بيخرج طريقين واحد رايح شربين وكفر الساعد ودميات والتاني رايح شرق بالقاس وجمسه وبنوصل لطريق مهم اللي هو الطريق الساحلي الدولي هندخل يمين ونعمل يوترن ونرجع للغرب ونمر جنوب جمسه دي عزبة جمسه الشرقية ودي عزبة جمسه الغربية ودي منطقة جمسه السياحية وده امتداد لجمسه اسمه تقسيم 15 مايو وهنرجع له بعد شوية ونوصل جامعة الدلتا اللي هي دي ثم جامعة المنصورة الاهلية اللي هي دي ثم مبنى ضخم طوله 130 متر واسمه مدرية امن الدقاهلية بالمنصورة الجديدة وبعدها جامعة المنصورة الجديدة اللي هي دي وبعدها مبنى كبير طوله 115 متر اسمه جهاز مدينة المنصورة الجديدة وندخل يمين فنكون وصلنا لوجهتنا النهاردة اللي هي مدينة المنصورة الجديدة الموجودة على ساحل البحر المتوسط في شمال الدلتا المصرية احنا ابتدينا مشوارنا من مصر الجديدة ومشينا كده مسافة 190 كيلو علشان نوصل هنا ولو انت جاي من طنطة فكنت هتعدي الأول على المحلة الكبرى وبعدها هتكمل كده فتوصل للمنصورة الجديدة ولو هتروح بالقطر فهتاخد القطر من رمسيس لبنها لطنطة للمحلة لطلخة لدميات وبعد كده هتشوف عربية تكمل بيها ولما توصل المنصورة الجديدة فالانطباع الأول اللي هيجيلك انك دخلت كومباوند كبير جميل منظم شوارعه جميلة ومتخططة حلو جدا والمنطقة اللي اتعمرت واتبانت في المنصورة الجديدة طولها 4 كيلو 300 متر وعرضها حوالي كيلو 600 متر لكن لسه المدينة هتكبر وتمتد اكتر في المستقبل وشمال المنصورة الجديدة يوجد شاطئ على البحر المتوسط وجنوبها الطريق الساحل الدولي وغربها هيكون مصيف بلطيم وشرقها هيكون تقسيم 15 مايو في جمصة المنصورة الجديدة فيها خدمات مختلفة زي المخابز والسوبر ماركت والمحلات ونقدر نلاقي 3 مدارس هنا ريجينت بريتش سكول وواضح من شكل الملاعب والمباني وحمامات السباحة انها مدرسة مستواها عالي وهنا مدرسة لغات وهنا مدرسة زيها اسمها المدرسة الرسمية الدولية وطبعا احنا عدينا على 3 جامعات في طريقنا واحنا دخلين المنصورة الجديدة وموجودة هنا محطة المحولات الكهربائية جنوب المدينة وهنا على بعد 7 كيلو غرب مباني المدينة توجد محطة تحلية مياه المنصورة الجديدة والمدينة فيها شبكة مياه وشبكة صرف الصحي وشبكة صرف مياه الامطار ويفصل بين المدينة والطريق الساحلي الدولي زمان من الحدائق والمساحات الخضرة المفتوحة ومسارات للتنزه للمشاوة للدراجات ومزلات للجلوس وهنا ممشى ترفيهي على شاطئ البحر ودي طبعا رمال الشاطئ وعرضها بيتفاوت من 70 ل 270 متر وان شاء الله اكيد اهل المدينة هيكونوا متحضرين وهيحافزوا على نظافة الاماكن دي والمدينة كلها وان شاء الله اكيد المسئولين في جهاز المدينة هيكونوا امناء في عملهم ويحافزوا على جمال ورونق المساحات الخضرة والشوارع والمرافق في المدينة طول السنة وطبعا التقص في المنصورة الجديدة هو تقص البحر المتوسط يعني جوها معتدل طول السنة وهتشوف شوية مطرة حلويا في شهور الشتاء الطريق ده بقى بيقسم المدينة النصين نص شمالي ونص جنوبي الشمالي كله فيلال وفلات والجنوبي كله عمرات وشقع لكن فيه خط كمان بيقسم منطقة الفلات الى فلات مستقلة منفصلة وهي الاقرب الى شاطئ البحر وهنا فلات توينهاوس او توينهاوس او فلات منفصلة برضو وكذلك منطقة العمرات مقسومة الى عمرات متميزة في الشمال اللي هي مشروع جنة مصر وعمرات اقل في جنوب المدينة قرب الطريق الساحلي الدولي اللي هو سكن مصر او الاسكان المتميز والطابع الساحلي والمسافة من الطريق الساحلي الدولي الى البحر تبلغ 1600 متر اللي هو عرض المدينة زي ما قلتلكم لكن ايه اللون الاسود والاخضر ده اللي منتشر في معظم انحاء المدينة اللون الاسود ده هو عبارة عن مستنقاعات من المياه ودي صورة بتاريخ شهر 11 سنة 2023 ايه حكاية المستنقاعات دي شوفوا يا جماعة المنطقة الساحلية في شمال الدلتا المحصورة بين بورس سعيد والاسكندرية مرورا بدميات وجمسة وبلطيم وبرج البورولوس ورشيد وإتكو الشريط ده معظمه ارتفاعه عن سطح البحر يساوي واحد متر او صفر متر او سالب واحد يعني اقل من مستوى البحر ولو كنا بنينا مدينة المنصورة الجديدة على نفس مستوى الارض زي ما هي كان هيحصل فيها زي اللي حاصل حاليا في تقسيم 15 مايو الموجود بين جماسة والمنصورة الجديدة 15 مايو دي ملاسقة للمنصورة الجديدة من ناحية الشرق منطقة 15 مايو تم تخططها والبدء في بنائها سنة 2006 و2007 ويبدو انه محدش وقتها ردم الارض ورفع مستوى المنطقة بمقدار متر او مترين مثلا فاتبنت المباني على منسوب منخفض ومع السنين البحر منسوبه بيرتفع وبيهدد الاطراف الشمالية للدلتا وظل حاصل في 15 مايو ركزوا في الصورة الشوارع هناك مليانة مية ورشح والمباني اصبحت عيمة على برك الصرف الصحي ورشح المية لان مستوى المباني منخفض والناس هناك بتتحسر على حلها وعلى بيوتها ومحلتها فلما عملوا المنصورة الجديدة كانوا وعيين انهم ما يكرروش الغلطة تاني فأي مكان قبل ما يبنوه كانوا بيردموه بمنسوب بيرفع الارض قبل البنى ويبدو انهم اخدوا رمال من اماكن زي دي وردموا بيها الاماكن المبنية فزاد انخفاض الارض هنا واصبحت بيرك منخفضة مليئة بالمياه واكيد الاماكن دي كلها تتردم ويتم تكففها لانه غير مقبول طبعا انه مدينة زي كده يكون فيها بيرك وربما يكون ده تم فعلا لان انا شايف صورة بتاريخ شهر 11-2023 واحنا النهاردة في نهاية ابريل 2024 فلو حد موجود هناك النهاردة وشايف الفيديو ده يعرفنا الحال اصبح ازاي وما تنسوش اننا بنعمل مدينة جديدة كاملة عن طريق الردم وده الحال في مدينة ابو قير الجديدة اللي كانت عبارة عن مساحة من مياه البحر المتوسط لكنها اصبحت حاليا يابس جديد تم اضافته لمساحة الدولة المصرية ان شاء الله يكون الخبرة والمهندسين عاملين حسابهم على كل حاجة وتكون تأديرتهم وحسابتهم في صالح شعب مصر يا رب خيرا وسلاما على كل شعب مصر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته